أصبحت عملية إطلاق النار في المناسبة بشكل عشوائي في العراق حدثا تقليديا وشعبيا لا يمكن الاستغناء عنه على الرغم من النداءات الكثيرة الرسمية والشعبية التي تطالب بمنعها وردعها ولكنها في استمار وتواصل ولطالما يكون هناك العديد من الضحية الذين يتساقطون بسببها حيث أن هذه العداد ليست لها مناسبة خاصة فهي تمارس في الفرح والحزن حيث وعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية استقبلها 54 حالة إصابة بالرأس نتيجة الرميل العشوائي إذن أغلب الحالة تم إنقذها وإخرج الرصاصة بعد أن تسببت لهم بنزيف في الدماغ وشلن نصفي وكلية للأطراف الفرق طبيع من جانبها عملت على إسعاف تلك الحالة وبشكل عجل من خلال العناية المركزة وإجراء عمليات طارئة لإيقاف النزيف وإلحاقهم بعملية أخرى لإخراج الرصاصة بعد استقرار وظائهم الصحي وبحسب ما يراه المراقبون إنه يجب اتخذ إجراءة حزمة للحد من الرميل العشوائي لما يتسببه من أذى للمواطنين وكوارث ووفاة بعضهم خاصة من الأطفال لقناة دابلو تيفي الفضائية لوي الحسن ترجمة نانسي قنقر